تحقق توقع العراف المصري حرفيا بالاسم والحرف ومحاولة اغتيال القزمي بعد صدق كتير من توقعاته وترقيبه بملك التوقعات لهذا السبب العراف المصري محمد صبحي يصيب في ادق توقعاته بالاسم والحرف حيث نشر سابقا عبر حسابه بتويتر مجموعة من التوقعات وقال في توقعاته بالحرف محاولة اغتيال القزمي وهو ما حدث وإثر محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها طمأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي بأنه بخير حيث تعرض رئيس وزراء العراق مصطفى القزمي لمحاولة اغتيال فاشلة فجر الأحد بينما كان يجري جولة تفقدية لقوى الأمن التي كانت تقف في وجه عدد من المحتاجين ببغداد من جانبها قلت خلية الإعلام الأمن في بيان لها على موقع تويتر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها سيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للكوات المسلحة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان اقامرته في المنطقة الخضراء ببغداد بصحة جيدة ودع في تريدة له إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع ومن أجل العراق وقال في التغريدة كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق صواريخ الغدر لن تطبت هزيمة المؤمنين ولن تهتز شعر في ثبات وإسرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه أنا بخير والحمد لله وسط شعبي وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع من أجل العراق من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بسادة هذه المحاولة الفاشلة حسب قولها وبكده يبقى تحقق توقع العراف محمد صبحي مرة أخرى اشتركوا في القناة